إنا فتحنا لك فتحا مبينا اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل وقت وحين اللهم آمين أهلا وسهلا بحضرتكم في حلقتنا الأسبوعية احنا بنلتقي مع حضرتكم من السبت للأربعاء من السبت للتلات بنعيش في رحاب التفسير وإحنا في صورة الأنبياء التفسير الموضوع لصورة الأنبياء ما زلنا فيها ويوم الأربع من كل أسبوع احنا مخصصينه للرد على الأسئلة الخاصة بحضرتكم اللي بتفد على الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة ده اسم صفحتنا وياريت لو حضرة معانا دلوقتي أستاذ إبراهيم ننوه بشأنها لأسادة المشاهدين الكرام الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة بنجمع من الصفحة الأسئلة الخاصة بحضرتكم ومخصصين يوم الأربع للرد على الأسئلة الخاصة بحضرتكم وإحنا الحقيقة معانا برضو عايزة نوه إننا ما بجاوبش عبر أي صفحات وبتجاوب من خلالها مع السادة المشاهدين التجاوب مع حضرتكم ويشرفني من خلال شاشتنا شاشة أون والإجابة بتكون من خلال الشاشة كذلك عشان في صفحات كتيرة جدا مزيفة منصوبة إلي وللأسف إنه الناس بتتواصل يعني مع أصحاب هذه الصفحات على اعتبار إنه أنا والحقيقة لا علاقة لي مطلقا بهذه الصفحات معانا أول سؤال من سائل كريم بيقول عند الجلوس للذكر من الفجر حتى الشروق ثم صلاة ركعتين هل الركعتين دول هم صلاة الضحى ولا حاجة تانية عشان نجاوب على السؤال ده هنوذكر بما ورد فيه الصحاح والسنان عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن نبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلاة حتى تطلع الشمس حسناء يعني حتى تظهر الشمس ويعلو ضوء الشمس ويظهر ظهورا واضحا حسنا ومن هذا الحديث استنبط العلماء أنه بيستحب الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح والانتظار حتى تطلع الشمس وذلك كما سبق من فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما مر أيضا وإحنا كنا قلناه الحديث ده قبل كده من التنويه بشأن الأجر العظيم اللي بيحصله الإنسان اللي بيذكر في هذا الوقت فقد روى الإمام الترميدي في السنن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغدا وفي رواة من صلى الفجر الغداه الفجر من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة وبعدين روى الحديث سيدنا أنس بيقول قال اللي هو بيقول سيدنا أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة 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 يعني اللي بيقعد الوقت ده يذكر ياخد كأجر حجة وعمرة ثواب اللي هو كأجر حجة وعمرة تامة 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 وده بيدل على إيه بيدل على فضل الجلوس في المسجد بعد الصبح وفضل صلاة ركعتين الإشراق بعد طلوع الشمس وارتفاع الشمس ركعتين الإشراق اللي حريك بتسأل عنهم هما من صلاة الضحة كما ذكر العلماء الكرام في شرح هذا الحديث وصلاة الضحة زي ما قلنا لحضراتكم وذكرنا بذلك قبلا سنة مستحبة عند جمهور الفقهاء بيبدأ وقت صلاة الضحة بعد شروق الشمس بتلت ساعة أول ما الشمس بتشرق بعد الشروق بتلت ساعة وحتى قبيل وقت الضهر بتلت ساعة ده وقت الضحة بعد شروق الشمس بتلت ساعة إلى قبيل وقت الضهر بتلت ساعة ده وقت الضحة وصلاة الضحة هي زكاة على بدن الإنسان صلاة الضحى هي زكاة على بدن الإنسان ربنا ادك نعم كتير وجوارح وفقرات وعضلات وأجهزة شغالة وده من فضل الله عليهم واستشهدنا على هذا الكلام بأن صلاة الضحى هي زكاة عن الأبدان استشهدنا على ذلك بما ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي در رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصبحوا يصبحوا على كل سلامة من أحدكم صدقة يعني إيه السلامة؟ السلامة اللي هي الفقرة العضلة اللي بتكون يعني عند الإنسان فكل تسبيحة صدقة أي كل الإنسان على كل عضو ربنا سبحانه وتعالى الدهولك أنت المفروض تشكر فالتسبيح والذكر كل ده من الزكاة عن هذه النعم فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة سبحان الله وكل تكبيرة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ويجزئ من ذلك يكفيك بدل كل ده ويجزئ من ذلك وده ما يمنعش الإنسان يذكر ويسبح وينعش الأوقات بذكر الله لكن ويجأ عشان يوريك فضل صلاة الضحة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحة صدقت يا سيدي يا رسول الله أقل صلاة الضحة ركعتان أكترها 12 ركعة ولا تكره الزيادة عن ذلك ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يتقبل مننا ومنكم بالنسبة للسؤال الثاني السائلة بتسأل بتقول طلعت مبلغ السائل مع ذرة تنبيس أقول طلعت مبلغ من المال للجامع بنية زكاة المال فهل ينفع ولا دي صدقة أرجو الإفادة من المقرر شرعا إن الصدقات الواجبة على الإنسان المؤمن إنها تعطى للأصناف الثمانية المنصوص عليهم في آية سورة التوبة في قول الله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم وعلى ذلك فإذا كان في الجامع إن كان موجود في الجامع صندوق مخصص لإعطاء للفقراء والمساكين يتم وضع الأموال فيه وتتولى إدارة المسجد الإعطاء والتوزيع على المستحقين بإشراف من الجهات المختصة فلا مانع من احتساب هذا المال من الزكاة الواجبة طيب إذا كانت الصناديق دي اللي موجودة في الجامع إن كانت موجودة إذا كانت صناديق الجامع دي موضوعة من أجل رعاية شؤون الجامع يعني الحفاظ على بنيان المسجد وعلى ما يحتاج إليه المسجد ومن شؤون الإعمار الخاص به فلا مانع من اعتبرها برضو من زكاة المال وده على قول من توسع في سهم وفي سبيل الله فإن لم يكن هذا ولا داك يعني ما كانش فيه صندوق مخصص للفقراء والمساكين ولا صندوق مخصص لإعمار المسجد يعني الأولى اللي انت بتحطه كتبرع في المسجد اعتباره من الصدقات لا من الزكاوات الواجبة وحرجعتني أكد على نقطة مهمة جدا إنه لابد وأن يتم الأخذ في الاعتبار أن يكون ذلك تحت إشراف الجهات المختصة اللي بتتولى الإشراف والمراقبة وألقاكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل اللهم اجعل هذا البلد آمن وسائر بلادنا وارزق أهلهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم اجعلنا مسلمين لك واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم آمين آمين أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد معانا من ضمن الأسئلة اللي وفدت على الصفحة رسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة ده اسم صفحتنا سائلة كريمة لها سؤالين أول سؤال هي بتسأل ما المقصود بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله وبتقول وما هي المعاملة الربوية المحرمة أرجو التوضيع هنبتدي بتعريف الربا قبل ما نتكلم فيه المعنى كل الأسئلة مرتبطة ببعضها بالنسبة لهذا الشق من السؤال الربا معناه في اللغة الزيادة وهو في اصطلاح الفقهاء الحقيقة ليه تعريفات كتيرة جدا منها أن زيادة في رأس المال لا يقابلها عوض مشروع يعني هو إعطاء المال بقصد أن يقوم الآخذ اللي بياخد المال ده بإرجاعه بزيادة من غير سبب مباح شرعا ده منتهى البساطة يعني تلخيص لحضرتك حبيتي تفهمي معنى كلمة الربا طيب الربا ده محرم في كل الأديان في جميع الشرائع السماوية ويعد في شريعة الإسلام من أكبر الكبائر وقد نزل في القرآن الكريم مجموعة من الآيات الكريمة كانت من أواخر ما نزل منه فحرمت الربا ده تحريم قطعي ما فيش كلام فيه إلى يوم القيامة وأعلنت الحرب من الله ورسوله على كل من يتعامل بالربا وهذه الآيات هي قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا صدق الله العظيم وجاءت مجموعة من الأحاديث النبوية الشريف وأكدت ما في القرآن الكريم من تحريم قاطع للربا وبالتالي بأحنا ده حكم الربا وهذا أمره واضح وجلي أما معنى قول الله تعالى فإن لم تفعلوا فأدنوا بحرب من الله ورسوله الآية دي أو جاءت هذه الآية في سياق الحديث عن تحريم الربا وسياقها في سورة البقرة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِبَى إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ وَرُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ صدق الله العظيم أما بالنسبة بقى لتفصيل معنى هذا الجزء من الآية وهو قوله تعالى لحضرتك تسألي فيه فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مدّة أذنى في العربية بتعني الإعلام ومنه الآذان والمعنى هنا إن لم تفعلوا أيها المؤمنون المخاطئ الخطاب لأهل الإيمان فإن لم تفعلوا ما أمرتم به من الاتقاء بترك ما بقي من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله أي فعلموا اعلموا بها من أذن بالشيء إذا علم به طيب حرب الله يعني لا نقول فيها إلا يعني بالنسبة لمعنى حرب الله إيه المعنى؟ لا نقول فيها إلا قول المولى سبحانه وتعالى وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ يعني لا يستطيع أحد إنه يحتاط لها سبحانه وتعالى أما حرب الرسول الله صلى الله عليه وسلم المعنى إنه ده توجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من بعده من قول الأمر بأن يكونوا حربا على كل ظاهرة من ظواهر الفساد والإفساد في الأرض ليه؟ لأنه لا شك إن الربا ده الممنوع شرعا من أكبر أبواب الفساد قد حرمه الله تعالى لأسباب متعددة منها أولا استغلال احتياج الإنسان وإنك بدل ما بتساعده لا ده أنت بتقضي على روح التعاون بين الناس باستغلال احتياج الإنسان متوريط الإنسان والاستغلال ده بيولد في الناس الأحقاد والعدوات فبالتالي حرم الشرع الشريف الربا تحريما قاطعا الإجابة دي خاصة بالجزء الأول من السؤال بتاع حضرتك اللي بعتيه أما بخصوص الجزء الثاني اللي حضرتك بتسألي عنه وهو خاص بهل يجوز إن أنا أعطي زكاة مالي لابن المتعسر وأختي المطلقة من المعلوم شرعا إن الصدقات الواجبة زي ما إحنا لسا كنا بندكر بهذا الكلام منذ قليل بتعطى للأصناف الثمانية المنصوص عليهم في آية صورة التوبة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وبين السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم الأصل في الزكاة بين الأقارب إنه في خصوص الفروع والأصول لا تجوز إيه هم الفروع وإيه هم الأصول يعني لا يجوز إعطاء الزكاة من الأصول أي من الأب لأولاده ولا من الفروع يعني مش ولا من الأولاد لوالديهم لإن الزكاة لا تجوز لمن تجب نفقتهم على الإنسان إذا الإنسان ابنه احتاج يبقى واجب عليه إنه ينفق عليه وبالتالي يبقى أنا مش هتديله من الزكاة لكن بالنسبة للصورة دي استثناء السادة الشافعية من هذه الحالة ما إذا كان الأصل أو الفرع الآباء والأمهات أو أولادهم الأصل أو الفرع من الغارمين الناس اللي عليهم ديون الشافعية استثنوا الغارمين منه فأجازوا إعطاءه من الزكاة وعليه فإنه بالنسبة للإبن المعصر فإنه يجب عليكم الإنفاق عليه إن كنتم قادرين على الإنفاق عليه ولا يجوز إعطاءه من زكاة المال الخاصة بيكم أما الزكاة بين الإخوة وأولادهم هنتكلمنا عن الزكاة بين الأصول والفروع أما بقى الزكاة والشقة الثانية من سؤال حضرتك بين الإخوة وأولادهم هي جائزة ما داموا من الأصناف المستحق اللي هي الأصناف التمانية المذكورة في صورة التوبة اللي احنا ذكرنا بالآية الخاصة بها وتكون في هذه الحالة صدقة وبر وصلة لأنك بتعمل بتاخد ثواب صدقة وبتاخد ثواب إنك بتصلهم وبتبرهم وبتاخد ثواب إنها صلة صلة رحم وعلى ما سبق فإنه لا يخفى ما في واقع هذا السؤال الحقيقة من جواز إعطاء الأخت المطلقة من الزكاة ما دامت من المستحقين لها من المستحقين للزكاة لأن في ده أجر وبر عظيم إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يعنكم ويتقبل منكم طيب إذا لم تكن مستحقة الأخت أو بنات الأخت لا يجوز إعطاءها من الزكاة الواجبة ويكون العطاء من باب الصدقات والهدايا والهبات وده بابه واسع وكبير وحنسيب حضراتكم مع كتابنا كتاب قلوب عامرة ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين أهلا ومرحبا بالسادة المشاهدين الكرام في الموسم الجديد لفقرتنا فقرة كتاب قلوب عامرة وده بفضل الله علينا أن عدنا من جديد في هذه الفقرة المباركة ملبين النداء الرباني ورتل القرآن ترتيلا وإن شاء الله بإذن الله نبدأ على الخير والبركة وبسم الله توكلنا على الله نبدأ بس الأولى سلم عليك وحشتوني أهلا بيك وحشتوني إيه ما وحشتكمش؟ وقفنا آخر مرة عند صورة البوحة والنهار ده هنبدأ مع بعض صورة الليل مش لازم نصحح كم كبير بس المهم إن الكم اللي نصححه نتأكد إن إحنا بنعرف نقراه مظبوط نراعي مخارج الحروف صفات الحروف لحكام الخاصة بيئة تلاوة لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ورتل القرآن ترتيلة فعلى بركة الله نبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى نعلي صوتنا شوية والنهار إذا تجلى والنهار إذا تجلى وما خلق الزكرة والأنثى وما خلق الزكرة والأنثى وما خلق الزكرة والأنثى وما خلق الزكرة والأنثى إن سعيكم لشتا إن سعيكم لشتا فأما من أعطى واتقى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى وَصَدَّقَ 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 الصات حرف إيرقيق ولا فخ؟ فخ فخ ص د ص د ص ص ص ص ص ص د د د د وَصَدَّقَ وَصَدَّقَ افتح بوأكي أناس شوية وَصَدَّقَ 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 بِالْحُسْنَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى يَلَّا يا أستاذ سادم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى يغشى والنهار إذا تجلى وَمَا خَلَقَدَ خَلَقَ وَمَا خَلَقَدَ على ذكرة أنت اللي غلطت فيها وخليتني أعدلهم تاني الحرف الحرف هنا رقيق ولا فخ؟ فخ يبقى خَلَقَ خَلَقَ خَلَا ولا خَا 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 بقي كده مش كده مش يمين وشمال فوق وتحت خَا خَا عايز دا اسمع صوتكو أكتر خَا آدم خَا 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 خَلَا 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 قَا خَلَا قَا اللام في النص بين حرفين فخمين مش عايز اللام تبقى لَا وتتأثر بنطقك للخَا ونطقك لقَا خَا خَا لَا قَا خَا لَا قَا بالضبط بفتح بقي في اللام يمين وشمال خَا لَا قَا خَا لَا قَا وَمَا خَلَقَ الزَّكَرَ وَالْأُنْسَاءَ وَمَا خَلَقَ الزَّكَرَ وَالْأُنْسَاءَ إِنَّ سَعْيَاكُمْ يَلَّا يَشْرُوا إِنَّ سَعْيَاكُمْ لَشَدَّى فأما من أعطى لا 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 النون هنا إيه النون هنا ظهرة في إظهار عندي ليه في إظهار عشان وراها حرف من الحروف حروف الإظهار فالنون عندي من أحكام النون الساكنة ما يجيها وراها حرف من الحروف الخاصة بحروف الإظهار يبقى النون حتظهر عندي زي ما احنا هنشوف برضو مع حضرتكم ثاني فأما من أعطى آه مش آه آه فأما من أعطى الهمزة فتحة آه ولا آه 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 نقولنا قبل كده بقول يا أحمد ولا بقول يا أحمد بقول يا أكرم ولا يا أكرم أكرم خلي بالنا مخارج الحروف مهمة والصفات بتاعة الحروف كمان وأنا ما بشوف التشكيل فتحة ضمة كسرة لازم أدرب الفم على النط المزبوط بتاع الإراية صح ولا لا صح صح ولا يا شروق سمعيني الهمزة كده فأما من أعطى واتقى 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 ولا واتى واتى أيوة واتقى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسره أحسنتي يا أستاذ آدم يلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنسر ذكرا 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 هنا إيه فخمة ذكرا 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 لا بصيلي أنا بصيلي ذكرا ذكرا أي را مش را را وما خلق وما خلق الذكرا والأنسر إن سعيكم لشتى النوس عامل إيه الحمد لله وحشتني جدا يلا بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار 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 إذا تجلى وما خلق الذكرا والأنسر ذكرا 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 والأنسر إن سعيكم لشتى لازم أظهر إعجابي بالثاء كانت جميلة جدا قال وثاء ثاء ثاء عجبتني لازم أقول لك شاطر شكرا أحسنت تفضل تكمل تكمل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى يلا شيخ عبدالله بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكرا والأنسر إن سعيكم لشتى يلا يستاذة سارة فأما فأما من أعطى واتقى أعطى أعطى واتقى وصدق بالحسنى فبتقوليني ليه إحنا غنينا الميم فأما عشان عليها شدة عليها شدة بإحنا من أحكام الميم والنون إذا كانت مشددة بنعمل إيه بنتكى على الميم والنون فنقول إيه فأما فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسني السره لليسرى جميل ربنا يفتح عليك وصدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله اللهم حجة لنا يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن العظيم لنا نورا اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينة وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين آمين يا رب العالم أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد ومعانا من ضمن الأسئلة اللي تشرفنا باستقبالها على صفحتنا الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادزي عمارة سؤال أخ فاضل بيسأل في تفسير قول الله تعالى في سورة السجدة في قول يقول يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون هو بيقول وهل يعني إيه معنى تفسير هذه الآية وهل يعني كل واحد له ملك موت الأول هنشوف معنى كلمة يتوفا يتوفاكم هي من الوفاة وهي قبض الروح وانتقال الإنسان من حياة إلى حياة أخرى وانتقال الإنسان من حال إلى حال آخر بانتقاله لهذه الحياة الأخرى النقطة الثانية المهمة وهي إنه وردت كلمة أو التوفي في القرآن الكريم بهذا المعنى على ثلاثة أنحاء مرة ورد كلمة التوفي وردت مرة منسوبة إلى رب العز عز وجل باعتبار المولى سبحانه وتعالى هو الأصل في كل شيء وواهب الحياة وخالق كل شيء وذلك في قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها ورد التوفي مرة أخرى منسوبة إلى ملك الموت كما وارد في سورة السجدة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ورد التوفي مرة تلتة منسوبة إلى أعوان ملك الموت من الملائكة الكرام عليهم السلام وذلك في قوله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون والحقيقة أنه يا أخي الفاضل لا تعارض بين كل هذا ليه؟ لأن مسألة الموت أمرها الأعلى بإيد مين؟ بيد الخالق سبحانه وتعالى فهو وحده واهب الحياة وهو وحده صاحب الأمر في نقض الحياة وسلب الحياة من صاحبها هو الخالق العظيم بيده كل شيء لذلك حرم ربنا الأتل وجعل القاتل دم العون لأنه بيهدم بنيانا الرب اللي هو الإنسان فإذا قدر الله سبحانه وتعالى على إنسان الموت أدنى لملك الموت في ذلك يعني مش ملك الموت بروح مع نفسه يأتيه الإذن من الله إذا أراد الله خلاص قد روح عبده فلان يأذن للملك بذلك الموكل له بهذا الأمر يبقى المسألة بالنسبة لنا لها مراحل ثلاثة التوفي من الله سبحانه وتعالى يأمر به ملك الموت ثم يأمر ملك الموت الملائكة المختصين بهذه المسألة ما ربنا ليه جنود سبحانه وتعالى ثم ينفذ الملائكة هذا الأمر يبقى احنا كده وضحنا إنه المسألة اللي هي ملتبسة على حضرتك بالنسبة للسؤال لحضرتك أرسل تبقى معايا مسألة مهمة جدا وهي السياق الآية اللي ورد فيها قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم لحرية بتسأل عنه إن الآية دي جاءت رد على قول المكذبين وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون يعني أئذا ضللنا في الأرض يعني تحللنا وكلتنا وكلنا الأرض وكلنا التراب معقول يبقى في حياة تانية ونبعث من قبورنا من جديد هم ينكرون عملية البعث وبالتالي ينكروا الدار الآخرة وبالتالي ينكروا الحساب والجزاء قد جاء بعد هذه الآية اللي هو إنكار المشركين لوجود البعث لقضية البعث جاء بعدها قوله تعالى اللي هي الآية اللي حرية بتسأل فيها قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون الوردة في صورة السجدة فالاعتبار برضو فهم السيخد نقطة مهمة لأنها بتعين على اكتمال الصورة والمعنى وقوله عن ملك الموت الذي وكل بكم يعني اللي بيراقبكم ويرقبكم ولا يرقبكم ولا يغفل عنكم ويلازمكم لأن ساعتكم خلاصها يعني حانت ملك الموت خلاص بقى لما بتحين ساعة الانتقال بيرقب وبيكون متابع لأنه خلاص دي دقائق سويعات وبالنسبة لهم على طول بقى خلاص ساعة الانسان جت فلا ينصرف ولا يترك هذا الانسان ولا يمكن أن ينصرف الموت عنهم خلاص ملك الموت بيحضر بحيث لا مهرب منه وزي ما كان بيقول لنا أهل المعرفة والعلم الموت الموت سهم انطلق مش لسه حينطلق الموت سهم انطلق إليك فعلا وعمرك بمقدار سفره إليك يعني أمر الموت واقع لا محالة ومما سبق بيتضح الجواب عن السؤال الخاص بحضرتك معنا سؤال آخر من أخت كريمة بتسأل إيه حكم الاكستنشن أو البروكة للزوج فقط لوجود صلع وراثي الحديث اللي احنا لازم حنرجع له ونشوف فهم العلماء لهذا الحديث وهو ما ورد فيه الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة اللي هي بتقوم تعمل وصل الشعر أو اللي بتطلب إنها تعمل تطويل أو تكثيف للشعر هل الحديث ده على إطلاقه؟ الحديث ده على ظاهره كده؟ يعني في هذا الحديث لعن لمن تصل شعرها أو شعر غيرها بشعر آخر مستعار وده بيفيد الحرمة والمنع لكن من الفقهاء من يرى أن هذا الحديث مش مطلق إنما هذا الحديث معلل أي أن هناك سبب للتحريم اللي هو ما يبقاش فيه تدليس ولا غش ولا تزوير ولا كذب فمتى انتفى التدليس جاز الفعل من دون حرج ويحمل المنع في جميع هذه الأحاديث مش الحديث ده بس وغيرها من الأحاديث اللي جات في هذا الباب إلى حرمة وصل الشعر بشعر آدمي إنها مش مطلق الوصل إنما اللي كان معروف هناك في البيئة عند العرب إنهم بيوصلوا بشعر آدمي شعر واحدة مقصوصة أو شعر واحد فياخدوه يوصلوا به فده محرق يبقى التحريم هنا لمن رأى من أهل الفقهة إنه التحريم هنا لسبب وهو وصل الشعر بشعر آدمي لحرمة الانتفاع بشعر آدمي رجالا ونساء وده حفظ من باب حفظ للكرامة الإنسانية وكرامة أجساد هؤلاء إنها لا تأخذ وإنها يصنع بها هذا الأمر يبقى فيه علة إنه ما يبقاش فيه غش وما يبقاش فيه تدليس وإنك ما تستعملش شعر آدمي سواء ذكر أو أنسى فإذا نضاف إلى ذلك كون إن المرأة متزوجة وتفعل ذلك لزوجها وهو عارف حالتها وهي عايزة تعمل ده تجمل فإنه يجوز لها عمل الاكستنشن أو لبس البروكة لزوجها لأن هذا من جملة التزين والزينة مطلوبة للتحصين والإعفاف والمرأة مأمورة بها شرعا لزوجها وأورد الإمام ابن الجوزي في كتاب أحكام النساء عن بكرة بنت عقبة أنها سألت سيدة عائشة رضي الله عنها عن الحفاف أي إزالة الشعر بقصد التزين فقالت إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فيه ففعلي الواحدة تتزين وتتجمل لزوجها يعني على قدر ما تستطيع فكل دا وغيره بيفيد جواز تزين المرأة لزوجها بالمباح ما لم يكن هناك تغيير لأصل الخلقة وده إحنا عارفينه وبالنسبة بقى لواقعة السؤال برضو وفي النسبة للحالة اللي هي بتسأل بينضف معنى آخر هو معنى طبي الحقيقة وعلاجي اللي هو رفع الحرج والضرر عن هذه المرأة اللي عندها بتعاني من الصلع الوراثي وقدم زوجها وهي مش عايز تقعد كده قدام فمرعال نفسيتها التي بطبيعتها تحب التزين والتجمل وتميل إلى ذلك فهي تريد إنها تحسن من صورتها لزوجها فلا بأس بذلك بل هو مطلوب إنها تعمل كده ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وإياكم من أهل البر وأهل الطاعة ونتوجه في الختام إلى الله بالدعاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي قيوم يا دا الجلال والإكرام والطول والإنعام اللهم إنا نسألك بمحمد النبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نسألك نصرا عزيزا نسألك فتحا مبينة نسألك عزا عظيما يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على كل شيء قدير نسألك يا الله العف والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ادفعنا كل الفتن والآفات وقدي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين أستودعكم عناية الرحمن الرحيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة